نحن حرين نفكر شو ما بدنا ونقامن بشو ما بدنا ونوقف نقامن بشو ما بدنا ونقامن بشي تاني بس فيه ضوابط للحرية حريتي أنا كزياد نجام وكأي شخص بالعالم بتوقف لما بتبلش تضايق حريت الآخرين أكتر شغلة بتقتل الإنسان مش المرضي الندم أنا الناس بيخدهم أكتر بآخر حياتهم شو بيقولوا لأنه بيكونوا صاروا حقيقيين أكتر وقليلي اللي بيقولوا الحقيقة من أول عمرهم كتير قليلي وأنا بيقول لما بيروحوا بايك وأمك ما بيقعد فيه سقف فوق راسك وبتبرد بنص دين وبعز دين الصيف غشك؟ غشني إيه مثل ما غش عدد كبير العماد عون مع احترامي لشخصه يعني أول ما ضرب القوات اللبنانية أنا قلت أوف زعيم مارونة مسيحي عم بيدرب القوات اللبنانية دكتور زياد الجيم حضرتك أشهر جراح وطبيب أسنان بلوبنان الشهرتك جاي من الإعلام مش من مهنتك الأصلية ده الطبيب زياد الجيم تأثر سلباً أو إيجاباً بالإعلامي زياد الجيم أولاً شهرتي مش جاي من الإعلام الإعلام شهرني كإنسان وخلى أكبر عدد من الناس يعرفوا أني أنا أورال سورجن يعني أنا جراح الفم والفك بس مش هو اللي شهرني كجراح فم وفك لأنه لو شهرني كإنسان وأنا بشغلتي حمار وجحش ومدعي وجاهل أنا عامة ما في إلا الجاهل مدعي لأنه اللي عارف ما بيدعي لأنه بيعرف أنه ناقصه كتير كنت فشلت بمهنتك بس أنا بأعتقد الإعلام ما ضرك بمهنتك؟ بلأ ضرني الإعلام أول 15-25 سنة لأنه في كتير ناس في لبنان بيفكروا أنه إذا أنت عندك مهنة محددة حرة طبيب مهندس محامي أستاذ جامعة وأنا كنت مارس مهنتين أنا أستاذ جامعة ونفس الوقت جراح بيفكروا أنه أنت بتعمل تلفزيون لأنك فاشل بمهنتك ما بيعرفوا أنه لأ فيك تكون ناجحون وناجحون هلأ قديش هون ناجح مش عليك أنك تقول على مرضاك أنه يقولوا على زملائك أنه يحكموا وقدي أنت ناجح بمهنة التعليم على زملائك أو تلميذك ما بحب كلمة تلميذك لأنه نحن كلنا تلميذ بمدرسة المعرفة بس أنه الناس بتقول أنه أنت منيح مش منيح تعلموا منك تكسبوا منك أو معطيتهم شي جديد بيش واحد اللي عندك بدي يعمل عملية شوي بصير بدي يفتح حديث بالسياسة ويناقشك بشي قالوا بشي مقابلة في منهم بس عامة ما في مجال لأنه ما في وقت لأنه بس يفتحت أمه تنبنيج خلص ما بقعد في يحكي هلأ في منهم قد ما بيحبوا الحكي بيصيروا عيونهم يحكوا بقى بصير بقل له أنت هلأ عم تقل لي هيك عم تتجرب بصير أنا وعم بيشتغله هادي إذا عم نشتغل بنج موضعي بس عم بعمل بنج عام بنج عام بيكون نايم يعني LME LME يعني لا من إيده لا من إجره يعني بس أنه بالإجمال ايه الناس بحبه يعبرولي عن محبتهم وعن إعجابهم وطبعا هالشي بيعطيني دفع كتير 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 إيجابة بالحياة وعلما أنه في كتير ناس كتير بيفهموا بيعبرولي عن محبتهم وإعجابهم بس بيقولولي بس نحنا في كتير نقاط ما منوافق معك بيقول لهم أكيد معنا كل معركتي بالحياة هي معركة الاختلاف يعني حق الإنسان بالاختلاف طيب شهرت يا دنجام الأعلامي شو صنعتها برامج سيمون أسمر الترفيهية أو الشاطر يحكي أو مواقفك هادي اللي مش مقلوفة كتير أو شخصيتك اللي مش مقلوفة أول خمس ست سنين مش برامج سيمون أسمر سيمون أسمر يعني كان بالنسبة لقلي بمثابة خي كبير بمثابة بيتيني وبمثابة صديق ما شفت مثله صديق بحياتي قد ما كان وفي معي وقد ما قدرني عقيمة الصغيرة هلأ الزغطورة قد للخمصة بس قدرني وعطاني قيمتي وأكيد أنا رجعت له ذات المحبة وذات الوفا الله يرحمه ويرحم كل الموتى أول خمس ست سنوات هلأ بس خلصنا برامج المنوعات سنة التسعين واحدة وتسعين وكان البلد بلس شوي روقه على الأقل أمنيا مش سياسيا قلت له لسيمون بدي أعمل سياسة أنا مخي اجتماع وسياسة قضايا الإنسان قال لي أنا ما بشتغل بهالشي يعني بدك تشوف شو بدك تعمل فطبعا عرضت عبيار الظاهر أني أعمل هالإشياء بالأل بي تي وكان فيه رفض فتوجهت على تليفزيون المشري سنة التلاتة وتسعين وعملت أول برنامج مع الجمهور اللبناني العربي المباشر اسمه أنا الشعب ولجعت أخطه هلأ عمله هلأ بقناة المشهد بدبي فالتجربة كانت كتير صعبة أنك تقنع الناس أنه مبارح كنت عم بتقدم فنان هلأ عم تحكي بقضايا إنسانية وقضايا شرق أوسطية وعم تحكي بفكر أنطون سعادة وبفكر كمال جنبلات وباتفاق الطائف وكل هالأمور يلي كانت أخذت لهم عقلهم وضمايرهم وأرواحهم وأجسادهم ووقتهم لللبنانيين فبالتالي كانت النقلة صعبة يعني بس بفتكر أني قدرت أنا أمنت هالنقلة من دون ما كتير أقزل الصورة اللي بنيتها أنا مع سيمو أسمر لأن الصورة اللي بنيتها مع سيمو أسمر كانت صورة حدن بيحب الفرح كانت صورة حدن بيحب الحياة بنكت ومهدوم بسريع البديهة بس مش أكتر يعني ما كان الشاطر يحكي كمان عمل لك لا الشاطر يحكي إجا من بعد أنا أشعر الشاطر يحكي إجا بالخمسة وتتعين خرق تبويت كتير بالألفان واخد الشاطر يحكي بالنسبة لأله كان مدرسة وكان نقلة كتير نوعية أنا أعرف أنا كنت بالجامعة بليك الفترة كانت بس نعرض الشاطر يحكي تاني يوم بالصبح حديث الناس موضوع الشاطر يحكي كان الأربعة المساء والخميس عبكرة كانوا يحكي لأن المواضيع كانوا كتير صعبين وما كانوا بعد يعني مثلا موضوع المسلية الجنسية هلأ عم ينحكي فيه نحن أول برنامج سمينا المسلية الجنسية ورفضنا نقول الشزوز لأن نحن نرفض نحكم عن الناس ونحن نحترم حيثيات الناس ولونهم وطبعهم وسقفتهم وحيثيتهم السياسية وتاريخهم وعوايدهم الاجتماعية وهويتهم الجنسية نحن نحترم كل الناس وأنا لو ما عن جد أنا هاي سقافتي وسقافة بيتي وسقافة ديني اللي هي الكولتور جيديوكريتيني اللي بتعلمك عشي اسمه تقبل الآخر يعني التوليرانس ما كنت قدرت نجحت أني أقنع الناس أنه لا ما لازم نسميه شجوز جنسي وبوقتها نحن عم بحكيك بالخمسة وتسعين ستة وتسعين بوقتها طالبنا الدولة أنه يلغوا القانون اللي بيجرم المسلية الجنسية وعكل حال قداسة البابا قال كلمة كتير حلوة بتشبهه وبتشبه الدين المسيحي المتسامح رغم أنه في كتير بعرف هلأ الناس راح يفكرون في كتير مسيحيين اقترفوا جرائم كبيرة بس هول مش المسيح وهول مش المسيحية وفي كتير مسلمين كمان اقترفوا كتير جرائم وداعش وطوابعهم بس هول منهم الدين الإسلامي يعني يجب أن نفرق بين اتنين بس بوقتها كانت بالنسبة لنا شغلة كتير جديدة أنه نخرق ثقافة قديمة متعلقة بجذور ما إلى منطق ونفوت على ثقافة جديدة اللي هي ثقافة تقبل الآخر وما هي إلا واجب يعني هي مش بطولة بس بوقتها عدت بطولة لأنه مثل ما حضرتك قلت هلأ أنه كان فيه كتير تابويات وهيدا من التابويات اللي نحنا كسرناهم استعملتوا واقع زكري بالستوديو على الهواء عادة عادة وقامت لأيامي بواقع ايه بحلقة المشاكل الجنسية في بنت مرة تلفنت قالت لي عضو خطيب صغير وما بعرف شو بدي أعمل هلأ أنا تصورت السينري تصورت السين وتصورت الزلمة وعضو صغير كان معي ألم رصاص بعدني بتذكر كتير منيح وكان بتذكر أنتوان كسابيان داريوس الله يواجه له الخير ويطول عمره كان وقف وجي بالستوديو وبيخبره هو حطيت الألم بحلقة وصرت ابخش حلقة بالألم تما أضحك لأنه تفكرت بالسينري يعني السين سين بتضحك انتبه مع كل احترامي للي هي عم بالتلفن لأنه هي عم بالتلفن لأنه عندها ساقة فينا كان معنا كان معنا أطب يعني أهم أطب بالبلد بس الفكرة بتضحك وعلى الهواء وعلى الهواء الالبي سي اللي بوقتها كان ما كان في غيره بالهواء فكتير كانت السين بتضحك وبعدني لأهلا بتذكرها هاي هاي دي غايد من فايد يعني في كتير شغلات كمانا بيدحك أكيد أكيد عن الموضوع البسلية بس بمطرة عم بيروح خصوصا بالغرب عم بيروح لبعيد بها الموضوع صار الشخص عنده حرية يختار جنسه صار في حدا شخص عنده حرية يغير جنسه يغير جنسه حتى هذا اللي بحب الكلب وهذا بيعتبر حيله هو شجرة وهذه بروح لبعيد وين القيام وين الأخلاق هون بدي أقلك شغلة أستاذ داني ماتيماتيكمان يعني من حيث علم الحساب فيه إمكانيه تام بالحياة يا في الله يا ما في الله إذا ما في الله شو بدنا فيها هايدي بس ممكن إذا في الله يعني الله هو الحرية يعني الله هو الكمال إذا هو الحرية والكمال يعني خلقنا حرين إذا خلقنا حرين يعني نحنا حرين نفكر شو ما بدنا ونقامن بشو ما بدنا ونوقف نقام بشي ما بدنا ونقام بشي تاني بس فيه ضوابط للحرية يعني أنا بقتي برحالة أنا سفير الحرية وسفير الحزن وسفير كذا شغلي بس فيه ضوابط للحرية يعني حريتي أنا كزياد نجام وكأي شخص بالعالم بتوقف لما بتبلش تضايق حريت الآخرين فبالتالي أنا إذا بدي عيش بالمجتمع شي وإذا بدي عيش بالأمازون شي تاني بما أني أنا عايش بالمجتمع بدي انتبه على حدود حريتي وين بتوقف حدود حريتي وين بتبدأ حريت غيري يعني بدي انتبه ما استفز غيري بقدر الإمكان وبذات الوقت أمن حريتي وبي انتبه ما أقزي غيري بأناعاتهم لأنه ممكن أنا حريتي تنعكش سلبا على غيري هلأ قصة سهولة اللي حضرتك ذكرتهم مثل ما بيقولوا بالعربي مسألتهم فيها نظر يعني أنا بيرأيي هالإشياء بعدهم مبلشين وبالتالي بعد نحن ما استوعبناهم وما استوعبنا كيف التغيرات الاجتماعية وكيف العصر الحديث وكيف الفكر الإنساني المتطور وغير المتطور عم بيأثر على الناس مشين يقدر يخدهم باتجاه معين أو بغير اتجاه معين بالتالي أنا برأيي بعد ما صار عندنا وقت كافي نستوعب ونهضم يلي عم بيصير بخصوص الهوية الجنسية يعني فيه ولاد اليوم عمرهم 13 سنة بيقولك أنا بنت بس أنا ما بحب الشباب أنا بحب البنات أو أنا صبي بس ما بحب البنات بدي أكون صبي أو بيقولك أنا يمكن من هلأ لسنة سنتين غير جنسي أعمل ترانس سكسويل هالإشياء كانوا موجودين هل الناس نسوا أنه نحنا بمجال التاريخ عشنا شيء اسمه صدوم وعمورة صدوم وعمور ما نحنا دلسناهن إبوباة دو جيل جامش وصدوم وعمورة هاي دي من تركيبة البشر ومن يعني بس نحنا ما منسترجع ما منجرؤ نقولها غير شي طبيعة الإنسان الحيوانية نحنا كتير منجمل الإنسان بشعرنا وبأدبنا وبمجالسنا وعلى التلفزيون التلفزيون كذبة كبيرة بس أنا رفضت هاي الكذبة لها السبب أنا بمحل ما أو بأمكني عديدة ما بالتلفزيون أنا إنسان مرفوض لأنه أنا بقول أنه التلفزيون كذبة كبيرة بس مش كله كذبة كبيرة في كتير قسم من التلفزيون مهم وغيرنا حياتنا للأفضل وعينا على أمور ونحنا اللي منشتغل تلفزيون بس نشتغل بموضوع السيزاني نحنا منوع عليه قبل الناس يعني نحنا منكون عم نخدم نفسنا ما كتير نربح جميلة العالم فبالتالي بفتكر بعدنا بعد الموضوع هيدا الموضوع كله اللي بيدور حواله الهوية الجنسية وباربي وما باربي وإذا المثلية هي شزوز أو غير شزوز أنا بقول أنه نحنا لازم كناس نكون نتقبل الآخر يكون عندنا توليرانس وهون بقدر إذا بتسمح لي استشهد بكلام قداسة البابا الحالة اللي قال أنه المثلية الجنسية منا خطيئة المنا جريمة منا جريمة بس يمكن خطيئة ما بعرف أنه ما بده أنا منا حافظ بالضبط كلام البابا منا جريمة بس يخطيئة أوكي خطيئة شو الفرق بين خطيئة وجريمة يعني أنه كرايم وثن الخطيئة يمكن بحسب عليها الله الجريمة بحسب عليها البشر ما بعتقد أنا إذا في الله وإلا الله رحوم ومحب مثل ما هو إذا هو خلقك هيك بده يجي حاسبك يعني مثل أنا بجوع واحد جمعتين بلا أكل وبكبه بسوبر ماركت وبقول له لأ ما تسرق تتاكل يعني إذا الله خلقك هيك يعني أنا بعتقد أنه القصة بده كيف بيعمله كوميتا دي تيك قبل ما يعمله ريسيرتش يعني يعمله بحث علمي على الناس تيتأكدوا أنه طريقة البحث ما بتأذي الناس اللي بدون يعملوا تجارب علمية عليهم أنا بعتقد هاي الموضوع موضوع كتير دقيق وبطلب من الناس بكل تواضع وبكل محبة وبكل إنسانية أنه ما يتسرعوا ويحكموا بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع كتير عميق وموضوع إنساني بيعنينا بيعني خيل إنسان مما يكون وممكن بكرة يكون ابنك يلي أنت عم بتهاجمي هذا الموضوع بكرة يمكن بعد بكرة يكون ابن ابنك ابن خيك جارك فبالتالي ما حدا فيه فوق راسه شمسية حكيت عن الله المسيح بغض النظر عن ألوهيته بتحبه كشخص يعني بيعاش بك المسيح اللي قاله اللي حكاة اللي عمله يعني شخصيته جزابة وأي مسيح بتحب مسيح الثائر أو المسيح المحب أو المسيح اللي ضحى اتنان الإنسان المحب ما بيقدر يكون إلا ثائر لأنه المحب بيحب العدل وبما أنه بهدني ما في عدل فإذا المجبور هو يكون ثائر طيح حقق العدل هلأ قصة إنه طر يطلع على الصليب وقال له ما ما توخزهم لأنه مش هارفين شو عم بيعملوا وقصة إنه نصه إله ونصه إنسان ما بعتقد فيه إنسان بالكون قد ما يكون عالم وفقيه ودارس وبيعرف بيقدر يأكد ألوهية المسيح أو ينفي ألوهية المسيح هذا موضوع إيماني بيقدر يجاهر يعني يقول هيدا أنا إيماني إنه المستار دولترينيتي الأب والابن من روح القدس سر الثالوس الأقدس نحترم المسلمين ما بيقامنوا إنه النبي عيسى بيسموه إنه هو ابن الله وبيقولوا إنه كل من آمن بألوهية المسيح هو كافر وكل من آمن بالثالوس هو كافر نحترم نحترم بس هيدا مسألة نسبية شو اسمه هيدا يلي شايف وين فيه مصمار بإيد المسيح تومة تومة أنا أسوأ من تومة في تومة وفي زياد وأنا بأعتقد بس هيدا لتشكل ما بيتعبك بالحقيقة؟ بتعب اللي حوالي بس أنا ما بيتعبني لأنه أنا صار لي أعرف إنه بتعب اللي حوالي من المليون دولار يلي بتعمله من بعده ما بتقول تشبع بيصير بدك غيره أهم بكتير لأنه بعد أربعين خمسين ستين سنة كلنا يلي قاعدين هون بستوديو وكلنا يلي هلأ عم يتفرجوا علينا بيكونوا بظلام دامس ونهائي وأبدي وسرمدي يعني كل اللي عملناه ما بيكون بهم شو بهم؟ بهم تفهم نحن من وين جايين ونحن شو عم نعمل هون ونحن لوين رايحين بس هوق كتر فكروا فيهم وفلوا ومعرفوا شو وأنا رح فكر فيهم وفلوا ما أعرف لأن أنا برأيي ما في جواب يعني إذا ناس مهمين مثل أريستو ومثل أفلاطون ما قدروا أخدوا نتيجة أكيد أنا مش هقدر أخد نتيجة بس أنا بأتقد ويش بك أنت كإنسان بتفكر وكإنسان عندك وعي وكإنسان بدك تشغل هيدا الوعي بخدمة المجتمع وبخدمة تقدم المجتمع ويش بك أنك تفكر يعني على الأقل تفهم واحد من هالثلاثة بالنهاية بأتقد نحن ما قدرنا نفهم إلا شغلة كتير سخيفة بالنسبة لهول الأسئلة أنه هل لازم نكون مبسوطين أو مش مبسوطين أكيد لازم نكون مبسوطين ونحن كلنا من قامن بسقافة الفرح ونحن منحب سقافة الفرح ومرة إجا واحد صحافة متذاكة وما أكثرهم عم بيسألوا لجون لينون الراحل المؤسس فريق البيتلز قال له مستر لينون شو برأيك شو هدف الحياة قال له أنا برأيي هدف الحياة أنك تكون سعيد بهداك عم بيتذاك عليه لجون لينون لك عمين عم بيتذاك قال له مستر لينون أنا بعتقد أنك أنت ما فهمت السؤال عم بيت فلسفة على جون لينون قال له جون لينون قال له أنا بعتقد أنك أنت ما فهمت هدف الحياة فهون هون المسألة أنه شو هدف الحياة بس أنت شخص عيد بحياتك يعني مثلا صعب تلاقي إلى زيادة نجام سورة عم يتحك جائر بالصور دائما بالحياة جائر مش جائر أنا عم بفكر عم بفكر لأنه أنا عندي هم بالحياة يعني أنا خلقت مع الهم بس مش الحياة أبسط من أنه هالقد يمكن هاك بي وإم كانوا يقولولي وفلوا هنه وعم بيقولولي هاك وكل ما بمرق قدام بات شباب محل ما هنه نايمين غافين عم بيعملوا سياسة يعني صلوا بي من الألفان وخدعش وإم من الألفان واثنان طولت السياسة شوية بس أنه يمكن تطول أكتر كل ما بمرق من هنيك بحسهم مادين إيدهم عم بيقولولي قصيرة قصيرة وأنا ونازل بيقول معهن حق معهن حق معهن حق بس ما بقدر ما هو العقل بيشدك مثل الفكر الفكر بيشدك ما بتعرف ليه بيشدك يعني أنت إذا أعجبت بيشخص عم بحكي بعقله مش بشكله ما بتعرف ليه أغلبية الوقت وبتصير كلمة تتعمق بفكره ما بتعرف أبدا ليه تسميه كيميا هي إيشي ما قلو تفسير إذا بدك في ناس ما بيهمهم يعني بيمرقوا وبروحوا ما بيهمهم يعرفوا منين جايين وشو عم بيعملوا هون ووين رايحين ما بيهمهم إطلاقا أنا لا بهمني وهالشي بيعمل لي هم وأنا خلقت مع الهم يعني أنا توقم أمي كان تقلي كان تقلي أنا ما خلفتك لحالك خلفتك أنت كان فيه الثان كان فيه الهم وأنت بس أنه جرب شيله لهالهم وبي كان يقول لي ممكن تخلص لحالك إذا بتضلك هيك لأنه الناس بيضايقوا لأنه عاصر رحباني كان يقول حامل الهم بيهربوا منه الناس بيخافوا ما يعديهم لخمان رحباني هذا اللي بدي أسألك عنه يعني مع هذا الهم والأسلة كتير بتسألك كمان انت حدا قاسب بأحكامه بما وقفه يعني ما أنك سهل بالتعاطي ده هذا الموضوع أعمل لك مشكلة خصوصا مع المرأة يلي في كتير نساء بيهربوا من هالموضوع بدنا هم بالنائس ايه بعرف بعرف بس هيدا هيدا شأنهم متل ما هني معامل لك يعني ما ما هشلت نساء بحياتك ما في حدا بتهشله في حدا بيهشله متل ما ما في حدا بتخوفه في حدا بيخاف متل ما ما في حدا فيه يركب عكتافك إذا ما نخيت زيت شي الحياة زوق استاذ داني إذا أنت بترتاح لهالنوع النساء يعني بدك تروح صوبهم وإذا ما بترتاح صوب هالنوع النساء بدك تروح صوب هالنوع يعني بتروح وين ما أنت الإنسان بيفتش عراحته وبالتالي الإشياء الطبيعية بتنفرز مع الوقت يعني الوقت هو أهم صديق لأنه بيفرجيك الحقيقة حقيقة الناس حوالك وأغلبية الناس لسوق الحز بينتظروا لآخر إيامهم يعني بس يقطعوا الستين والسبعين والثمانين إن شاء الله كل الناس بتعيش أكتر من الثمانين تنتبهوا أنه إيه يا عمي هالصاحب وين صار وهالصاحب وين صار وهالصاحب وهالصديقة وين صارت وهالصديقة بيتطلعوا ما بيلاقوا حدا حواليهم ليه لأن الحياة بتكون فرزت الصدقات كل الصدقات اللي سقطت بالفحص تبقى برات بابك وكل الصدقات اللي نجحت بالفحص تبقى جوات بابك عندك أصدقاء بالمعنى الحقيقي؟ كتير 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 قلال يعني تقريبا ما بقى عندي حدا تقريبا ما بقى عندي حدا حق عليك أو اللي عليهم؟ على اتنين ما بحياتك بمسألة إنسانية تحط حق على طرف واحد دايما أنت مخطي هلأ أنت يمكن تكون مخطي 30% وهن 70% أو العكس شو بهم؟ هم النتيجة يعني بس الحياة يعني الوقت أنا بالنسبة للوقت هو الله لأنه بيفرز كل شي وبيفرجيك كل حقيقة الناس حواليك وبيفرجيك حقيقتك أنت لأنه أنت كل ما تتقدم وتكبر بالعمر بتصير ما بقى لك يعني ما بقى لك خصية إنك ولا بقى لك جلادة إنك تعمل شي ما قالك جلادة تعمله وكنت تعمله من 20 سنة تتسير شوي بالمجتمع فمن هيك أنا الناس بيخدهم أكتر بآخر حياتهم شو بيقولوا؟ لأنه بيكونوا صاروا حقيقيين أكتر وقليل يلي بيقولوا الحقيقة من أول عمرهم كتير قليل هول كتير بعدهم شجعان يعني وهول كتير قليل عشت قصص حب كبيرة بحياتك أو كي عندك علاقات حب يعني هيك عبرة السنة السنتين تت ولا عشت قصص الكبيرة الطويلة مش من عاد تأحكي بحياتي الشخصية أستاذ داني لأنه حياتك الشخصية إذا بتحكي فيها بتصير عامة بس بقدر جاوبك جواب واحد وبكون كتير صادق معك إنه أنا مثل كل إنسان كان عندي حياة وكان عندي نجاحات وكان عندي إخفاقات وعشت حياتي مثل كل الناش يعني ما في شي كعندك خيبات بالحب وإنت حدا ليني إذا فيشت علاقة بيعامل هيدا ديبراشن أو مثل إجراء بعدنا مجاوبك إنه مثل كل الناس عندي إخفاقات وعندي نجاحات وعامة ما بخلط حياتي الشخصية مع حياتي العامة لأنه الشخصية بتصير عامة وأنا هيدا مش من رغبتك بس شخصية بس تصير أنت شخصية عامة صح فكتير إشي من العلاقة فيك أنا شخصية عامة بس هيدا ما بيعني إنه حياتي الشخصية بتخص الناس حياتي العامة بتخص الناس حياتي الشخصية ما بتخص إلا أنا بس لا أخذ هيدا القرار يعني في ناس الكاميرا بتفوت عبيوتهم عولادهم عحياتهم الشخصية هن بيفوتوها ممكن تعمدوا يفوتوها أنا وجدت هامدة هاي شي يصير إذا متت ممكن بس مش أكيد لأنه بكون أخذ كل الإجراءات إنه هاي شي ما يصير وما يعملوا طلعة ودفن وبعدين يكتبوا لي عريس السماء وكذا هالحركات المقلوم طعمة بيكون واحد عامل السبعة والثمانة والتسعة وعشرة والحضاعش والتنعش وضمتها فجأة بيصير عريس السماء بيكون واحد مهربجة وبيقتل قتلة وخاين مرته مع متين واحدة بيعملوه إنه الأب المثالي الموت بمحك أمور كتير مش إلي مش إلي أنا عبد للحقيقة وأنا عبد للفكر وأنا بقول الحقيقة متل ما هي وما بهمني قدي بتكون الخسارة وكمية الخسارة لأنه إذا قلت الحقيقة وخسرت عالم هول العالم ما قلن أي إيميل لأنه هول العالم ما بهمن الحقيقة طيب ما رح فود كتير بحياتك الشخصية بس حضرتك متزوج يعني ما أعلنت صراحة عن الموضوع بس حاطة محبس في صور لقلك مع زوجتك يلي جمعكم مش بس القلب جمعكم سنين يعني يبدو كمان بس ما رح برجع بقل أعلى من السنين أعلى من السنين بس لا المهني لا أعلى 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 العقل عالي بعد إيه هذا اللي بدي أسألك عنه كان لا هي بعد كل هالعلاقات لا هي وما عم نحكي حياة شخصية لا هي زوجتي لارا نصر هي بتعرف لا هي وهالشي بأديني ما بهمني الغيرة يعرفه لا هي أنا بهمني هي تعرف لا هي وهي بتعرف لا هي وهالشي بيكفيني تيعبيلي قلبي وتيخليني كون أنا إنسان مرتاح ومبسوط بس تتعب معك لارا ما زلت ميتا أنا بسمح لحالي إيه أكيد طبعا دكتور لارا إيه دكتور لارا بتتعب معي إيه أحيانا أحيانا أكيد أنا مني إنسان هين بس أنا مني إنسان مقزي عمدا كلنا منقزي بأوقات مش عمدا غصبا عننا بس في ناس بيقزوا عمدا فأكيد بتتعب يعني بكل سنائة في مشاكل وكل سنائة بيقولك نحنا معنا مشاكل بيكون كذاب يا كل واحد عايش ببلد يا كل واحد عايش ببات يا عايشين بذات البيت بس ما بيحكم ع بعضون استنادا إلى فورمول سانتك زوبري اللي كتب بيقول طيب تنسكت خيلاء مش تنسكت ونتحاور إنه الطبيعة أو ربنا عطينا عقل ولسان تنشغلهم ما بتتحاور أنت والشخص لا أنت بتفرض علي ولا هو بيفرض عليك شو غيرت فيك من جوة كتير اشياء من جوة كتير اشياء غيرت مفهومك للزواج حول من مؤسسة ممكن لا 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 بعدين مفكر إنه زواج هو مؤسسة فاشلي وبتسوى صرمية وليه عملتها هيك حر ما حدا أقلو معين إنه شفت إنه في ضرورة إنه عملتها بس روقتك أكتر أو بالعكس لا أسوأ أسوأ هلأ هي من جوة مثلي بس عمرها بس عاهزب وعا عندها مرونة أكتر بس أنا أنا بحصها شوي مثلي بحصها شوي كتير مثلي يعني بس إنه هي عندها ليونة أكتر بالحياة وديبلوماسية أكتر بالحياة وبتاخده بتعطي أكتر بالحياة بس ما تحكها ما توجعها إذا جربت توجعها بتوجعك إي إذا عندك مقابلات بتقل لك خفي فروق لا أبدا 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 بتقلي خليك عراحتك مثل ما أنا بقل لي خليك عراحتك بكل شي عملي عراحتك وما بتكوني ندماني لأنه أسوأ شغلة بالحياة يصير عمرك ستين وسبعين وثمانين وتقولي يا ريت عملتهاك يا ريت ما قلتهاك هون يا ريت عملتها الشغلة يا ريت ما عملتها لأنه أكتر شغلة بتقتل الإنسان مش المرض هي الندم الندم بيقتل الإنسان من جوه أستاذ داني أنت لقم جوابك رح أسألك زياد اللي بيبين قوي وشخصيته قوي ومنفروا معه حدا ومنفروا معه شي أمتين بيضعف أمتين قدام شو بيضعف بيضعف قدام قدام جريمة بتخص ولد صغير أو امرأة أو رجال مسن بيضعف قدام غياب العدل بيضعف قدام غياب العدالة الاجتماعية بيضعف قدام ولد وخلفوه وتركوه قدام باب بوجه الريح مش معروف شو مستقبله بيضعف قدام شعب عم بيخسر بلده مثل شعبنا اللبناني اللي عم بيخسر بلده ومنه واعي باله بالمنصة وقدي بيبرم بالدولار لا يربح له 200 ألف ليرة بالنهار يعني هول الاشياء الإنسانية الأساسية اللي أنا بيضعف بالشيء الشخصي بالشيء الشخصي شو بيضعفك تبكي بحياتك أكيد أكيد بيبكي أكيد بيبكي طبعا كل إنسان كل إنسان عنده عيون استاذ داني بيبكي وكل واحد بيقلك ما بيبكي بيكون كذاب أو طبعا نسى يعني بيبكي بس بينسى أنا لني كذاب ولا طبعا ينسى أكيد بيبكي شو كانت أكتر لحظة ضعف بحياتك لا هلأ أكتر لحظة ضعف بالألفين واثنان وقت اللي كانت أمي مسجّت قدامي وبدوا ينقلوها على المحمل تياخدوها على يعني على القبر وكنت أنا مهدى خالي كميل كميل إرداحي خالي مربيني يعني متل بيّ التاني بعبده يعني وما قدرت ودعتها هي هيدي اللحظة حسيت حالي يعني ما قادر أترك خالي لأنه مهدي لأنه كان كتير قريب من إمي ما قدرت فشفت قدامي وحطوها بالهيدا وما قدرت ودعتها حسيت إنه الإنسان من هاك كل ما بشوف خدا بلبنان بيحكي بيحب اللي عنده سقب نفسه بس ما بحب اللي شايف حاله أنا بصير يحكي على أساس هو نابوليون يعني هو نابوليون تلات عظام صار حطينه بالإنفاليد يعني بالميزادة زرمية رحت شفتوا أنا ومرتي آخر مرة رحنا عباريز قدرت له لايكي لايكي العظمة باقي منهم تلات عظام ماشي الحياة هيدا بيكره هيدا وهيدا بيكذب على هيدا وهيدا بيتدين وما بيردهم وهيدا بيزم بهيدا وهيدا بيقتل هيدا وهيدا بيغتص بهيدا وكلهم بعد خمسين سنة جلب تحت الطاولة كلهم أروفر وبيسكروا لهيدا لأنو بتطلع ريحتك وبياكلك الدود فهاي اللحظة خلتني أعرف شو حجمي بالحياة إنه حجمي دال بعوض حجمه صغير أصغر الإنسان أصغر بعد فأنت مهدى خالك يلي ربك تقريبا مثل بيك وإمك يلي ربتك تسعة تشهر بأحشاقة وكبرتك وعلمتك كيف توقف وكيف تحكي وكيف تغني كيف تقرأ وكيف تمثل وكيف تلون أنا كلهم كنت أعملهم قبل ما فوت على المدرسة فوت على المدرسة كان عامل ثلاث سنين بفضل إمي وأكيد بفضل بي بس إمي كانت حدي أكتر بهاي المرحلة بتشوف بتكي إنه هيدا الحلم نهار نهار بتكي ما عاد شي ما عاد يعني شي صار من غير دنيا من غير كون من غير مادة من غير من غير خيال وخالي كان كبير يعني ما كان يعني خالي مات بالألفين أحضاعش يعني بعد تسع سنين من موت إمي كمان وقت المات خالي كانت وخالي وباية ماته بشهر فرق لا باية عرف عن خالي ولا خالي عرف عن لأنه كانوا كتير أصحاب متل الإخوة كانوا وهيدا شي كتير قليل بالعيال يعني أنا ربيت بعيلي فيها كتير من المحبة وجبال من الحنان اللي هني أهل بيت إمي مؤثر كتير بوالدك ووالدتك وحتى كنت تستعمل اسم اسمك السلسي صار رباعة تستعمل اسم أمك معه خبرنا عن فؤاد وآفا بيك وإمك يعني فؤاد فؤاد هو سلف ميد من فؤاد ليسنجيم فؤاد نتالي ليسنجيم هو سلف ميد من من ضيعة بآخر الدنيا اسمه دوريس ببعلبك أنه نزل عبيروت بيعرف أنجأ ثلاث أربع كلمات فرنساوي درس لحاله فرنساوي وعمل كفة آخر سنة سنتان بالمدرسة بالليسي يعني ما كان فيه الناس اللي بيعرفوا كتير نيح فرنسا وفات على كونكور الفاكولتات فرنساس دو ماتشين الاف اف ام عم بحكيك أنا بآخر الأربعينات لما كان أبو زيت خالو معه بكالوريا كان كتير له بالفضل وكان يعلم كور بارتيكولية من الستة الصبح للتمانية إلى ربع كان بيت جدي بالأشرفية بشارع المطران مصرق قبل كنيسة السيدة هلأ راحة البنائية عم بعمره محلة بنائية جديدة وعيال جديدة وأحلام جديدة كان يروح يعطي كور تيدفع جامعته ويوصل 8 إلى 4 أغلبية الأوقات كان يوصل على الكور كله مي يعني بده عصر لأنه تم يدفع ربع ليرة حق السيرويس عم بحكيك بآخر الأربعينات يعني أنا خلقت بالـ 58 يعني تتعرف بأي تاريخ وبأي وقت أمي كمان كتير قلق بالفضل لأنه أمي من أول ناس ركبوا بسيارة وسيقوا سيارة وكانت تعرف لغات كانت تشتغل بالبنك كانت تشتغل بالبنك وكانت تتعاطى مع أغنى ناس بلبنان وبحياتها بحياتي ما عرفت مين زبون عندها بالبنك مثل ما بحياتي ما عرفت مين مريض عند بأي بالعيادة إذا أنت حكيت أو أنا حكيت أن يحكيه بس كان فيه كانوا كتير دقوبين مع أنه كان فيه شوية أساوي من قبل بأي لأنه بقاعي بقاعي ومروني مروني وبقاعي يعني عاهتين كبيرتين يعني هو مروني لحاله ما بينحمله بقاعي لحاله كيف إذا مروني وبقاعي بس بس كان كان عنده نوع من العدل هلأ كل بأي بيغلط مع أولاده وكل أولاد بيغلطوا مع بيهم فكانوا شوي قاسين علينا أنا وخي بس بفتكر بمحلات كتير فادونا أنه نقدر نحقق على الأقل إنسانيتنا أنا وخي فؤاد على الأقل إنسانيتنا ففؤاد وإيفا هول هن هالسلول الصغيرة بدك تزيد عليهم سلول أهل أهل أمي يعني عائلة المرحوم روحانة إرداحة يعني خلاتي وخوالي اللي هن سهموا بتربيته وغمرونا بالمحبة وبشغل الناس عامة بيخافوا يعطوها اللي هي الحنان واللي أنا بقدر اكتب عنها كتب بكل تواضح كتنا عن لحظة رحيل وقالتك لحظة رحيل وقالتك أقوى بعد بعد أقوى لأنه بيه كان آخر خمس عشر سنين من حياته كان بيه وكان خيه وكان ابنه وكان صديقي وكان افتح له قلبي خبره أشياء أكيد أغلبية الوقتين شرعاردي اللي عم تغليت وعم تتحمرن هون وعم كذا هاي شيء اللي ما كانوا أصحابي يسترجوا يقولوا لي هو كان ماشي بس بطريقة نعمة يعني يعني أمي بسماتي شلختلي قلبي وبي بسمات أصفلي ضهري يعني صرت تحس أنه ما عد عندي كولون فرتبرال وبعتقد كل رجال أو كل إمرأة بيحبوا بيهم إذا بيهم اللهم ساهم بتربيتهم وحبهم كباي وبيحبوا أمهم وإذا اللهم أمهم ساهمت بتربيتهم وربتهم كأم وتعبت عليهم كأم عيشت الأم بعتقد بيحسوا اللي أنا حسيته لما راح بي وراح أمي وأنا بقول لما بيروحوا بيك وأمك ما بقعد فيه سقف فوق راسك وبتبرد بنص دين وبعز دين الصيف هيك بقول ونيال نيال نيال اللي عنده أمه بي يعني نياله مش نيال اللي معه 50 مليون دولار تز فيه هو 50 مليون دولار ما حدا بيأكل أكتر من شابعته علبة لبنة بتشبع الغيفان بيشبعه ست خيارات وبنادورتان بيشبعه ما حدا بيأكل أكتر من شابعته ما حدا بياخد شي معه وقت قبل ما مات بي كنا بمستشفى الروم عدنا شي أربعة شهر ونص كان مريض وحكموه وعدة حكمه قبل بشي جمعتين ما يموت حس أنه ما عدا منيه قال لي بس تحطني بالتابوت ما تحط اللي إيدي هيك حطهم هيك قلت له ليش بابا قال لي لأنه مش أاخد شي معي فهيدا من الدروس أنا كنت واعي على هالشغلة بس مش هيك بحط طريقة الفضة أنه كان شوي مثلي فض بس كان أهذب مني وقليا مني فأنتو تقريب جيل بعد جيل بتصير تقسو أكتر ما بعرف ما بعرف بس هيدا الأمحة اللي بتكلها من البقاع أمحة لعب فيها هو الشرقي وهو الغربي وأمحة ربيت بتربية بعل يعني ما حدا صقاها منا ما بتشبه كل الأمحات يعني ترابل بقاع هلأ عبدوني يقول العالم ايه متعصر أنا ما خصني متعصر ما خصني بشي أنا أنا دي ما كنت عبالك تشوف إيفا وفقد صغار عندك هالحسرة بحياتك بصراحة إخويننا المسلمين بيقولوا يخلقوا الله ما لا تعلمون يخلقوا الله ما لا تعلمون انطهروا بتشوف يخلقوا الله ما لا تعلمون بس أنت هاي دي ما عندك إياها حسرة بحياتك كأنه كي عبالك تجي فؤاد وإيفا تخليهم عايشين دي طريقة مختلفة ما ضروري ابني سميه فؤاد أوكي ما ضروري ابني سميه فؤاد لأنه ذكرى فؤاد موجودة بيبيه وبخيه فؤاد خيه الكبير يلي كمان ساهم بين مزدوجان بتربيته مع أنه منه أكبر مني بكتير أكبر مني بسنة ونص بس المثل اللي بني شو بيقلك أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة يعني خيه أفهم مني بشي خمسمائة سنة مش مهم عم بمزح عم بلعب عالكلام بس مني من النوع يلي لو عندي بنت كنت سميتها كنت أعطيتها اسم أمي ومرتي مع بعضون لو بدأت تتبحني مرتة يعني أمي ومرتي بس بتحب فكرة أن يكون عندك أولاد أنه يجيك ولد منك أنت تربيه تطلعه يمكن نسخة عنك قريبا إن شاء الله قريبا إن شاء الله يخلقوا الله ما لا تعلمون بدنا نسبت نحن أنه يخلق الله ما تعلمون كمان لأنه الله يحب الله يحب ما تحبون هل ستفيه؟ بس هل ستفيشي؟ عالطريق في ناس وفي عجل وفي عجل 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 مش طبيعي سوصا على الدورة سوصا على الدورة فجوابا على سؤالك أساس داني ما في إنسان طبيعي 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 يعني إنسان طبيعي بيحب وما بيحب وبيزعل وبيرضى وبيغضب وبنام وبيقوم وبعصب وبروق ما في حدا هيك ما بيحب لولاد يعني أنا إذا شفت ابن عدوة أنا إذا خلق طفل بإسرائيل بإسرائيل عدوتي قلبي بيطرى إذا شفت طفل إسرائيلي وإذا خلق طفل لبناني كمان قلبي بيطرى لأنه اتنيناتهم عندهم إينوسانس يعني عندهم براءة براءة ماكسيموم ما في إنسان طبيعي ما بيتأثر ببراءة الأطفال وبفتكر كل الأديان السماوية وغير السماوية حكت عن براءة الأطفال صديقك يسوع حكي عن براءة الأطفال حكيت عن اللعب عن الكلام دا تأثرت كمان بحياتك بزياد الرحباني يلي هو مدرسة باللعب عن الكلام إيه بحبه كتير لزياد الرحباني بس أنا عندي طريقتي بالتفكير بس أنا كتير بحبه ووقات كتير بستشهد بيلي قاله مثل كثير من اللبنانيين تأثر بأجيال إيه بس أنا عندي طريقتي بالحكي طريقتي وحيسيت بكل طواضع يعني حيسيت السقفية وحيسيت العائلية بس أنا بيت الرحباني موجودين ببيتي يعني كل شيء كل كلمة كتبوها منصور وعاصي رحباني وبعض أعمال الياس اللي كنت على المستوى الشخصي الياس كنت كتير حبه لأنه كان شخص كتير خلوق وكتير طيق غير أنه رحباني هو الياس سو لبلان برسونال إنسان بيجنن بعقد كل شيء كتبوه منصور وعاصي عندي بالكتب مسرحياتهم عندي إيها كلها في محلات من مسرحياتهم حافظة في محلات في مسرحيات كذلك عندي مسرحيات زياد كلهم بس ما عندي النصوص بس عندي إيها هون هون بعقلي لأنه كل الكلام حلو منهم عن نحن زياد منسمع المسرحية معه أكيد 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 بكل فخر يعني مش إنه ما بحط على نفسي قول لا بحط على نفسي وبجاهر وبفاخر شو الجدبني هيدا هيدا اللبناني اللي ما بحط على نفسه يعترف لك إنه أنت مهم تز تز فيك وتز باللي علمك والمدرسة اللي علمتك تروح تسكر ويفتحوا فيها بار أحسن لأنه المدرسة اللي ما بتعلم التواضع والشجاعة عملنا مدرسة ف زياد مهم زياد كتير مهم وآخذ كتير من قرس عاصة بس عاصة ومنصور كل مئة سنة بيجي مثلهم يعني ما في كلام بيعبر قدي هن مهمين بالنسبة للبنان علما إنه هن عملو لنا حلم ما بيتحقق يعني حببونا بلبنان مش موجود وحببونا بلبنان عم بيتلاشة يوم عن يوم يعني عم تتصور أنت اليوم فيروز عم تغني لبنان الأخضر مثلا ما بقى منه شيء ما بقى فيه خضار منه إلا بغنيت فيروز يعني ماشي مثلا أو مثلا يا قدسه شو يا قدسه شحطه المسيحية وشحطه الإسلام وفاته دنسه الأقصى وعم بيهوده المنطقة كلها ورح يتكسر الميكرو ويسبونا الأم تي في فديك لا لا إنه هيدا الحلم الرحباني كان ضروري لبناء جيل حالم بس قده هيدا بيتحقق منه الحلم الرحباني كمان مسألتهم فيها نظر هون زياد كسر التابور الرحباني وصار ينكت على أهله وأنا برأي صاب بمحلات كتير شو سنبي شي فاشل طبعا شي فاشل رائعة بتجنن أنا حضرته شخصي شي فاشل بال83 بعتقد زمني غلطان كنت بعد شاب صغير يعني بمسرح جاندارك زمني غلطان يلي أكبر مني وميرق قبله بهالطريق يصحح له بعتقد بمسرح جاندارك وحتى حضرت بخصوص الكرامة والشعب العنيد والتاني اللي عملون لو لا فصحة الأمل لو لا فصحة الأمل وبتذكر أني أنا وظاهر بعتقد بالبيكادالي بيكادالي بالبيكادالي تذكرت فيروز لأنا كتروح أحضر فيروز أنا وصغير وتذكرت الجاب يلي صار من وقت ما راح عصر فيروز يعني ما عادت فيروز تعمل مساحيات غنائية بالبيكادالي وإجا زياد كسر الحلم الرحباني وفرجينا أنه كان حلم أحياناً كان وهم كان وهم وأنا وطالع بتذكر هيك دمعوا عيوني صرت أبكي على لبنان وقت الخبر كيف الأقليات نزلوا من الجبل ونزلوا من الجبل على المدن وحرقوا دين الأخضر واليابس وكل شيء قاله صار فدت شوية بالسياسة وكما راح فوتك شوية بالسياسة بتحكي عن حقات ستة حق بحياتك الحرية الحقيقة الحنان الحزن والحب في الحزب ما فد بو لا حزب بحياتك ما في حزب خرط براسك لا ولا حزب خرط براسي بلبنان ولكن في ناس أخذوا انتباهي مثل مين مثل كمان جملات مع انه عندي ستة وتسعين رمارك على مسيرته السياسية وعلى يعني تنسيقه مع أبو عمار ما كان عندي مشكلة بحب كمان جملات الكتاب بش كمان جملات السياسي لا بحب كمان جملات فكرو السياسي اللي موجود بالكتب اليساري بحبه ما عم بقول ما بحبه بس ما بحب انه تحط ايده بايد أبو عمار تيوصل على السلطة يعني انا كماروني مسيحي لبناني بس راح اقول لك ايهم بالأهمية انا لبناني مسيحي المنشأ ماروني انا كلبناني اولا وهليك تانيا وثالتا ما عندي مشكلة انه كمان جملات يجي رأيجة مهورية او شخص شيعي او شخص سني او شخص حتى لاتيني اللي هي اصغر طايفة او بروتستانتي انا عندي مشكلة انه ما يكون لبناني يعني ما يكون ولاقه المطلق بعد ربنا للبنان ويمكن قبل ربنا كمان ف مشكلتي معه انه كان هو مستعد هلأ ما زبط اتمعه لانه كان فيه شخص اسمه حافظ لأسد ما خليه وبعدين بعت ناس يقتله ولكن بس هاي دي ما بتغير شي بمجرى التاريخ وما بتغير شي بمجرى النيات في شخص تاني لفتلي نظري جدا وبي اشتري لي كتبه عكل حال بي اشتري لي كتب عنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وكمال جملات بس غير هول الشخصين صراحة يعني مع احترامي لكل مؤسسي الاحزاب ما بفتكر فيه حدا بلبنان تارك ارث فكرة وارث سياسي يستأهل انك تلبس طيابك وتروح على المكتب الشرقية او مكتبة انطوان وتقل لبونزور مادام عند انطوان بتقل لبونزور مادام شوي فرانكوفون مكتب الشرقية مثلي هيك شعبية يعني بالعربي انه بليز بدي مثلا نشوء الامم لانطون سعادة او بدي ادب الحياة لكمالجملات ما فيه بلدنا بس كنت تربات ببات يعني رايح بانتجاهي اصاري شوي لا ابدا ابدا انا انا عمومتي كانوا بالجيش وكانوا راب كتير من الرئيس فؤاد شهاب كشب ما جذبتك شخصية بشير جميل لا ليه لفتتلي نظري بس ما جذبتني لانه انا انا بحترم حيسيته بس انا مني مع مسيرته خصوصا المسيرة اللي فيها دم انا مني معها انا انسان ضد الدم ضد العنف بس يمكن انا لو كنت محلو كنت عملت مثله ما بعرف بشك بس تكون ضميري مرتاح 200 بالمية لانه كتير هينة انك تقوص عن الناس خصوصا بس يكونوا ماتوا لانه ما عندهم حق الرد اولا بعدين ما بحب استغيب حدا بس كمان انا 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 رأيه اكيد وكمان هو كان رأيه لانه هو الرئيس بشير جميل اللبنانيين بس بشير جميل من الناس يلي لفتوا انتباهي ولفتوا نظري ولفتوا سمعي وبعدين اليوم من وقت لوقت بسمع خطباته بسمع كلامه ووقات بعمله نشير مع اصحابي بعرف انه هني بحبوه لبشير بس ده ما بيعني اني انا بآمن فيه يعني ما بحياتي عملت حلقة عن بشير جميل بوقت انا عملت حلقة عن كمال جملاته اكتر من حلقة عن انطون سعادة شخصية ميشيل عون مجزبتك كمان غش قائد غش غش ايه مثل ما غش عدد كبير العماد عون مع احترام لشخصه يعني وليما يمثل ولا عائلته اللي بيحترام بس غش يعني اول ما ضرب القوات اللبنانية انا قلت اوف زعيم مارونة مسيحة عم بيدرب القوات اللبنانية مش يعني انا بدي اقتل القوات بس انا بدي دولة ما بدي لا قوات كي دي دولة دي جيش يعني جيش جيش لبناني يعني ما فيه الا برودة الجيش وسلاح الجيش انا هيك مخ انا مخ جيش ف قلت انا اوف هيدا هو بعدين صرت اكتشف عن علاقاته بالنظام السوري وكيف النظام السوري فرض على اشياء وكيف بعدين عمله التسوية من بعمراع فرنسا ورجع صار عندي خيبة امل وبعدين خيبة الامل الكبيرة وقت الاجعل رئاسة وبلش البلد ينحضر علما انه البلد بلش ينحضر قبل ما العماد عون تسلم زمام الرئاسة الاولى البلد بلش ينحضر من وقت اتفاق الطائف يعني من وقت ما استلم الرئيس رفيق الحريري بالتانة وتسعين رئاسة مجلس الوزراء وبلش يفوتوا بالتسويات المالية والتسويات الاقتصادية وكل شي تحت الطاولة انتبه عكل حال خيبة الكبيرة لما كتبوا بال2016 و2017 الابراء المستحيل والمقدمة تبع الكتاب كان موقعة لعماد ميشيل عون وبعدين عمل تسوية معهم يلي هو يعني تهمهم انه هن سارئين البلد وهن جابوا مفهوم الفساد على لبنان يعني مجموعة خيبات امل مجموعة خيبات امل من العماد عون وما يدور حواليه من صهره لكل الوزراء اللي اشتغلوا واللي من بعدهم فلست الدولة وفي اربعمائة اربعمائة وخمسين مليار دولار بعد لا اليوم ما بنعرف وين النا اليوم انت بتقول اقرب لامين بين الاحزاب والكوة الموجودة انا اقرب ما اقولك انت معه بس انا اقرب لفلان ما حدا ما حدا ما حدا ما حدا ابدا ما حدا وانا بشوف انه اليوم نحنا اذا بدنا ننهض بالدولة نحنا بيوارد انه نخلق زعيمات جديدة بس انا برأيي الشعب اللبناني بعد ما نقادر يفرز زعيمات جديدة يعني شفت نتاج جبت 17-20 لا 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 هايدي خلصنا منها وصارت ورا ظهرنا ومن اول شهرين ثلاثة اكتشفت انه ما راح يقع ما انزلت ولا مرة لا لا ابدا ابدا ولا بنزل ما بتآمن بالثورات انه قدر تغيير بلا بس انا ما بآمن بالثورات لانه فيها عنف لانه انا لا عنفي انا انسان لا عنفي بس اللي بقصد اقوله انه لبنان بيزبط استاذ داني بس بلا اللبنانية يعني بكجيب شعب تاني بعدين هاي عم تقول مش حيز بط اي يعني بعدين هاي مش ثورة الثورة البولشيفية ثورة شالت التسار وجابت البولشيفيين محلهم شالت شاوشاسكو برومانيا وجابت وكلهم الثورات عند في بعرف لها السبب انا بالمطلق مني مع الثورة بس هاي الثورة كانت بدل ما تتبك بساحة النور كان لازم تتبك قدام بيت كرامة وقدام بيت مئاتة وقدام بيت صفضة وبدل ما تتبك على جسر جل الديب وتمنع الناس يروحوا عشغالة كان لازم تتبك قدام بيت ميشال عون وقدام بيت ميشال المر الكبير النائب المرحوم الرئيس ميشال المر وقدام بيت كل السياسيين يلي هن بالمتن وبدل ما تتبك بمدروان بصيدة كان لازم تتبك قدام بيت الحريرة وقدام بيت كل القيادات الجنوبية السنية وغير السنية يلي ساهمت بانهيار البلد. فكيف بدك ان ان امن? بعدين وين اني? وين اني? الثورة بتنزل ما بتوقف الا ما تقلب النظام. لا جربوا يقلبوا النظام ما عملوا شي. وهلأ هالكم عتر يلي عم بدافع عن الودائع. بينشف تمهم. لا يعزموا الناس ينزلوا عالطريق. ما بينزل ميت واحد. بينما بيجي عمرو دياب بيجيب خمسة عشر الف مهيج يلحقوه تيغنوا معو ينطنتوا معو وفرض عليهم يلبسوا ابيض كمان. شو هالشعب هيدا? انه عمرو دياب بيجمع خمسة عشر الف مهيج وهول هالخمسة عشر الف مهيج راحوا كل مصرياتهم وكل تعب اهلهم وستهم وجدهم بالبنوك وبالمصارف وسرقوهم وما بيحكوا وما بينزلوا مع صرخة الموجوعين يعني المودعين. هيدا الشعب شو بده? هيدا الشعب مش بده انتداب. هيدا الشعب بده احتلال. ومش احتلال رائع يعني بريطاني اسباني فرنسوي بده احتلال يعني مو مو تنير لباجات عطيسكون يعني. يعني بده احتلال سوري بس يكون يعني يبني بلد. بده جلد. بده جلد. بده جلد. خلص. طبع صيت اللي عن لون الابيض بحفلة عمرو ديب. شو قصتك مع اللون الاحمر. اللي موجود اكترية اطلالتك. واليوم لابس كباحة. انا بحب الكرافات الحمرة. بتلبس ايام احمر كلك. اه لا مشكل. اه بلوس حمرة. ما في غيرها هي جاكات. اه هي. فراري شيرية من. لا لا في عندك بولو حمرة. اه قليل اه 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 من فوق. اه بس من تحت. اه لا اه. اه مني ايلتون جون يعني. اه بغني اه والاسود. بس بالصيف ما كتير بلبس اسود لانو الاسود بيجزوا بالخر. وانا مشاوه بخلقة يعني. كيسك. قلتلي بتغني? بالزمان. بالتاهرات بتغني? اخر مرة غنيت هون بالام تيفي. عملوا معي ضرب وصخ يعني. انتر جيميه. بيار رباط وانتوان كاسابيان. صح. اه كنت جاي انا وانتوان كاسابيان ايمو هني مرة اخدوه جيبو فيتار. صح. وجابو اه ما بعف ايا نسيت ايا غنية. ماي واي يمكن او. اذكر ماي واي كان. لفرانك سيناترا. والتانية ما بعرف لامين نسيت. اه وغنينا هيك فقرة صغيرة. مس كان صار الي اربعين سنة ما غنيت. ضلاتش يومين صلتي مبخوخ مباع مغنيت. انا مش حقلك تغني لما يعني على اليوتيوب تغني بيعملوا بوز او بيشيلوا. لا 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 تمنهشل. مش منهشل. بيموتوا. اذا هشل لهم بيضلوا عايشين بس بيموتوا. لانه هلأ صوتي. بس بوقت محدد كنت كتير اعشق الاغنية. وحتى الاغنية العربية بحبها. بس كتير بحب الاغنية الغربية وهي السقافة الغربية اخدها من امي. من صوب امي. يعني وبالتحديد الاغنية الفرنسية اللي بيقولولها اغنية العربية فيروز ورحيبني فقط او ام كلثوم عبدالوهاب. اول شيء الاغنية الفيروز ورحيبني هي الاغنية اللبنانية. بس هي عربية. بس هي لبنانية قبل ان تكون عربية. بس العربية في عندك فيك يعني فيك تروح مين لي ام كلثوم. ام كلثوم يعني تراث قائم بحد ذاته. وتراث عالمي وكوني. متل ما فيروز تراث عالمي وكوني. بس الاغنية العربية هي قصم كتير مهم من شخصيتنا نحن اللبنانية بس حكيت بيور لبنانية ساعتها بتروح وديع فرانسيس وديع الصافي بتروح اليشويرة ملحم بركات يعني كل هالمهمين زكي نصيف زكي نصيف زكي هو اكتر مؤلف اكتر منه مغني بس كمان في اشياء مهضومة وهزلية كاني غنية مثلا نجيب حنكاش المونولوج كاني غنية في ليموهب العظيم كمان ما تستقل. اسمع الفنانين اليوم او ابدا. ما الي علاقة. اساسا بتحديك تشوفني بصهرة او ببار او بشي مناسبة مبروح ما عندي حياة اجتماعية. بالبيت كل يوم عشي بالبيت. اه انه ايه وين بدي كون يعني. ليساعد مرتك يعني. لا لا. انه منروح منتعشا. بس انه هول الدهرات الليبنانية الساليوكو مانباتيو سفاه هول فيهم خبسنة ومصالح وحبيبة وكيفك وتلحوس وتملحوس وعزمينك عالمدروان وهذا. اساسا ما بقى حدا يعزمني. لانه فهموا اني مني زبون. وما فيهم يستفيدوا مني مصاري. لانه مني ورتان ملوين من اهلي. وما عندي شركة كبيرة طي يوظفوا فيها اولادهم. او نسوان اولادهم. فبالتالي ما حدا له مصلحة معي. من هيك ما حدا بقى يعزمني. وانا جدا سعيد. لانه مناسبني. لانه انا بشوف ان الحياة الاجتماعية هي متل التلفزيون. بس ورا الازازة. جزب كبيرة تانية بعد اكبر من التلفزيون. لانه هاي ماشي اربع عشرين. ها اربع عشر. والهلا ما بقى فيك تعمل هالمقارنة. لان التلفزيون صار اربع عشرين اربع عشر. عندك قصص قليمة مع حوادي السير. صح? قصة واحدة. قصة واحدة. ما في غيرها. قليمة. جدا. جدا. نسيتها? لا اكيد ما نسيتها. ولا نسيت البنتي اللي ماتت معي ماري بتروس. اكيد ما نسيتها يعني. ما بتحب تحكي عنها? ما كتير. كمان لانه هي بتخصني وبتخص ماريه المرحومة. ماريه بتروس. وبتذكر وقت اللي حقق معي القاضي الاول منفرد. تهموك تسبب بموتها. ايه? عن عن غير قصد. نسيت اهم ثلاث كلمات. عن غير قصد. وانا كنت متت كمان. انا تكسرت رقبتي. وثلاث كسور بيفكي السفلي ووجي كله جروح. بس انا بخجل احكي عن حالي. لانه في حدا مات معي. بس وقت كان عم بيحقق معي القاضي الرئيس ناسيب اليا. قلق يوجه له الخير لانه كان كتير محترم ورائي بطريقة تحقيقه معي. شايفني زعلان ومهموم وحزين. فمن بقى ما حقق معي وخلص كلنا بعتقت بجونية بمحكمة جونية بقى معهم المفاتيحه هو هني اكتر من هولي يعني عنده كان عنده يمكن شي عشرة عشرين مفتاح ما في الدائم مسك هيك المفاتيح. وكبن هيك على الطاولة. قال لي زياد او دكتور زياد نوع ما بهم انتظر. قال لي زياد كل شخص بيحمل هيك مفاتيح ومن بياناتهم مفتاح سيارة ممكن يصير معهم متل ما اصار معك. بس مش عم بشلك المسئولية يعني انت متل ما بيقولوا. يعني انت مسئول بس ما انك مجرم لانه انت ماردة لا تقزي حالك ولا تتقزي البنت. بس كل انسان بيشير معه ممكن يشير معه. بس كتحس بالزان بوقتها؟ طبعا بقى الى هلأ بحس بالزان بأكيد. بس شو فيك تعمل يعني هلأ الناس شو بيقولوا لك بيقولوا لك قضاء وقدر. ما بعرف يمكن قضاء وقدر. مين انا تقول يعني هالاشية هاي ده من الاشية الكبيرة. الموت والمرض والوجود والله والنيات والحقيقة. كلهم هوا المواضيع كتير كبيرة يعني الناس بيحبوا يقاربوهم. طيب يبينوا انه هن مهمين. انا انطلاعا بعرف انا متأكد انه انا من مهم بها الكون. لانه قبل ما جيد كان الكون ماشي ومن بعد ما في الراح يضلوا الكون ماشي. وبعتقد انه غيري زيتشي. بس انه مش واعين. هني مفاكرين انه ازا ماته وبيوقف الكون. بتخاف من الفكرة الموت? لا بخاف من فكرة الحياة. بخاف من فكرة الحياة لانه بس موت. ما راح هو تحس بشي اساس داني. لا بس هو في موت بطيء كمان يعني. واحد بيبلش يحس حاله. عم بيكبر. يعني اليوم انت منك بالنشاط اللي كنت فيه من عشر ستين. ولا راح تكون بعد عشر ستين بالنشاط كنت فيه. جسديا مبلا. جسديا انا بعد نبن نفس النشاط قريبا. تقريبا. بعمر الخمس سبعين وتمانين الله يعطيك طول العمر راح تكون مختلف عن اليوم. تقريبا تقريبا بزيت النشاط اللي كنت فيه وقتل كنت بالاربعينات. تقريبا. اوك. برجع بيلك. اوك. اوك. وبعرف من حالي بس امشي. انا بمشي ساعتين ثلاثة اربعة. ما علما انه انا من السنة ونص عملت دبحة قلبية. اوك. ايه كنت متت. اخدوني عامستاشفر الروم وحكمني الله يواجهه له الخير دكتور سلاح شويري نعرف شو السبب هو بيقول دكتور سلاح سبازم غير أطباء بيقولوا أنه من الكورونا أنه ممكن من الفكسين تبع الكورونا أو هو معه بالأكيب دكتور بول شاربيل من ألمع كمان مع احترامي لكل الأطباء بلبنان وأنا كتير بحب الأطباء وبيك كان طبيب يعني بس أنه دكتور بول شاربيل فات بثلاث دقايق فات من هون من الوريد من هون بثلاث دقايق وصل على الشريان المسكر وفتحوا كان عامل سبازم دكتور سلاح شويري بيقول أنه مخصة بالكورونا هيده سبازم سبازم ممكن تجي من التعصيب ممكن تجي من العمر ممكن يعني يمكن حتى الأطباء في أشياء يمكن عرفت شيئا وغابت عنك أشياء بس أنه رغم كلها المصايب اللي عم نعددهم وهذه مصيبة الإنسان عنده قدرة على الاستمرارية ولازم يكون عنده قدرة على الاستمرارية بس ما لازم ينسى يلي صار معه وياخد منه درس أنا هيك بشوف بعد عمر طويل وين بتحب تندفن بدوريس أو حد ماكو بيكو ولا هون ولا هون بحب انحرق تنحرق؟ بحب انه يحرقون أول شيء أهيا هيك ما بتعذب الناس يروحوا على الدفن لأنه إذا بالشتة بدون ينشروا عرض لك هالأخو الهيك والهيك جابنا بالوحل وبالكذا وإذا بالصيف هالأخو الهيك والهيك جابنا هلأ عرقنا وكذا بكل الأحوال بدون يسبوك وبكل الأحوال كل اللي بدون يجوا عدفنك كذبين وتسعين بالمئة من اللي جايين عدفنك مش جايين لأنه بحبوك وهيبيق لي إياها قلت له بابا قولك إذا مت أنا بيجي حدا على الدفن قال لي قال لي ثلاثة ربيع لبناني بيجي قلت له شو أنه هلقد في ناس بتحبني قال لي لا يا جحش هول بدون يجوا تيتأكدوا أنك متت بس مش لأنه بحبوك فأنا بشوف أنه مقلة طعمة أنه يدفنوك لأنه الجسم ماشي بس تخلص يعني أنا بفكر بجسم بي وبجسم خالي كميل وبجسم والدتي وبجسم كل الأصحاب اللي حبيتون ومنوا نكتار ياللي ماتوا كل واحد بفكر كيف كان جسمه وكيف بعدين نفخ جسمه وكيف بعدين صار جسمه وبعدين كيف صار هيكل عظمي تفكر دايما فيهم ما بقلك لا بس بعدين بقول أنه شو الإفادة أنك تجي توقف قدام جسم غير متحرك وما فيه حواس من هيك بقلك أنا بخاف من الحياة أكتر ما بخاف من الموت بس أنه الدفن يعني ما بهم إذا أنا بيفيترون أو بدورس الدفن الحقيقي أنك تندفن بقلوب اللي بيحبوك هيدا الدفن لأنه هيدا الدفن ما بيسكر إلا ما هن يموتوا بس هيداك الدفن ما بهم كم واحد بيروح بيزور الرئيس شهاب بغزير كم واحد بيروح بيزور الرئيس شهاب دوغول بيكلومبي لدوز إجليز كم واحد بيروح بيزور نابوليون بالميزا دي زرميب الانفاليد بيريز زيرو وإذا إجوا بيهم يخدص شو بقلولها؟ سلفي سلفي سل بحقلك شو أنه بحطوه على السوشال ميديا شو هلهاب لنا؟ ما لطعمه يعني بالستة وتسعين رحنا على عزمتنا السفارة الأمريكية على أماركا بدومن سفارة محددة عن الإعلام بتذكر كان الزميل ريكاردو كارم معي من قبل الام تيفي وأنا كنت من قبل الالبيشي ومرأنا بضيعة اسمها أتلانتا أتلانتا بولاية جورجيا محلمة مدفون مارتن لوتر كينغ يلي قال عم نحكي عن الأحلام والحلم بقى أصريت أنا وخارج البروغرام أنه بدي روح زور قبر مارتن لوتر كينغ قالولي سوري بس هاي دي منا بالبروغرام تلوه مش مشكلة أخد تاكسي ورحت رحت أنا وريكاردو وقتى وصورني على القبر ما كان في حدا على القبر عادش ساعة ساعة ونصف فكر عن مارتن لوتر كينغ كيف كبر وكيف مات مع أنه هو ما عاش كتير وقتلوه كان عمره بنص التلاتينات ستة وثلاثين سبعة وثلاثين تمانا وثلاثين يعني الزاكرة ما ما عادت واو بس تفكر أنه طيب ما نحنا بأتلانتا وصوري على الكلمة كلهم هنيك سود وبحبوه وهو كان بده يحررهم ما كان في حدا على القبر يعني القبر مش دايما مهم أنا زرت ليل بفرنسا عرفت أنه بيت شارلدو جول يعني البيت الخلق فيه شارلدو جول بليل فسألت ثلاثة ربع ليل ما حنا بيعرفون بيته آخر شي رجال خطيار عمره 80 سن تقدلنا على البيت يعني تخيل أنت من مسقط رأي شارلدو جول ما بيعرفون حدا عكل حال شارلدو جول منه إنسان شعبي اللي حرر فرنسا وحكي بالقيم الفرنسية منه إنسان شعبي وكل الناس يلي بيقولوا الحقيقة ما بيكونوا شعبيين بالحياة إذا بعد عمر طويل بعد رحيلك مين قالك رح يكون طويل إن شاء الله إن شاء الله بعد عمر طويل لا مش ضروري الناس يسيبوك لأخر الحلقة ها قمني ها قمني أنا مسؤول عنه أنا ممنونك زيادة نجام كان شو بتحاب يتذكره إنسان إنسان أو إذا بدي يكون صادق مع نفسي مشروع إنسان كان مشروع إنسان أنا أشرك زيادة جاب إن شاء الله إن شاء الله ما يكون في شيء زعجك بخلال الحلقة أبدا زعجتني الحلقة بس قصيرة يعني كنت بحب إحكي أنا وياك لأنه أنت معلوماتك يعني أدمنون كتار ما بيساعوا ببير شكرا وأنا ما بسترجع إنزل بالبير لأنه ما بعرف أسبح فأنا كمان بشكرك وبشكر للأم تيفي على الاستضافة شكرا أبدا شكرا لألك مرسي أستاذ داني 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 مرسي أستاذ داني